اشتركوا في القناة 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 على شاشة القاهرة الاخبارية نتحدث عن موازنة 2023 هذا العام الذي مر نصفه بالفعل في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان الموازنة الماضية بعد تسعة اشهر تم اقرارها ما المتوقع متى يمكن ان تقر موازنة 2023 الموازنة الماضية حملت عنوان موازنة الضرورة هذه الموازنة تحمل عنوان ضرائب على كل شيء ما المتوقع لهذه الموازنة وهل يمكن ان تقر دكتورة صباح الخير لحضرتك ولمشاهدي القاهرة نيوز الكرام نعم هي موازنة افتراضية وهمية وضعت من اجل انفاذا للشروط الاقتصادية الدولية على رأسها شروط صندوق النقد الدولي هناك اتفاق بين لبنان والصندوق وهناك بنود اشتراطية يتوجب وجودها في الميزانية متصلة اولا بان يصدر لبنان ميزانيته العامة سانويا وان تتضمن هذه الميزانية اشتراطات وضعها صندوق النقد الدولي على لبنان من اجل الانقاذ والتعافي الاقتصادي ولكن اولا في شكل كما تفضلتم هذه الموازنة تأتي في الربع الاخير من العام 2023 لتحدد الانفاق من شهر 8 الى شهر 12 كما حصل في موازنة 2022 ثانيا هذه الموازنة تلحظ الاقتصاد الذي هو تحت سيطرة الدولة ولكن اليوم في لبنان هناك الاقتصاد الموازي والذي يعاد قيمته حوالي 15 مليار دولار هناك 10 مليار دولار تحويلات من الخارج بين 17 و 10 مليار هناك حوالي 4 مليار دولار عائدات السياحة وربما أكثر وهناك أيضا اقتصاد الكيبتاجون الذي يعادل ما بين لبنان وسوريا 10 مليار دولار وفي لبنان قرابة 5 مليار دولار نحن نتحدث عن 20 مليار دولار خارج الموازنة ولكن فيما يتعلق بموازنة العام 2023 هناك البنود الاشتراطية المتعلقة أولا بردم الفجوة النقدية وهي شرط من شروط الإصلاحية للصندوق ثانيا موضوع إعادة هيكلة المصارف ورسملتها ودمجها واستحواز بعض المصارف الكبرى على الصغرى المتعصرة هناك موضوع إصدار الموازنة وإن يكن شكليا بأرقام وهمية هناك موضوع توحيد سعر الصرف من الخطوات التي أنجزت من 2022 إلى العام 2023 تمكننا بعض الشيء من تقريب أسعار الصرف في العام 2022 كان هناك خمسة أسعار للصرف اليوم هناك سعرين سعر منصة صيرفة قرابة 80 ألف وسعر الصرف في السوق السوداء قرابة 100 ألف ولكن حقيقة يقال أنه لا تزال تعددية بأسعار الصرف وكان منذ 2022 وحضرتك تدادي كلامك بموضوع شروط النقد الدولي من 2022 كان هناك حديث من وزير المالية عن أن الموازنة ستلبي هذه الشروط موازنة 2022 وال2023 الحديث عن تلبية هذه الشروط العام الماضي كان حديث عن أنها فارغة المضمون عدريني دكتورة نعم هل تسمعوني؟ نعم دكتورة تفضلي كنت أتحدث نعم عن تلبية الشروط منذ أسد تقرير صندوق النقد بموجب الاتفاق الذي عقد بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد على مستوى الموظفين وهذا الاتفاق يفترض أن يتطور وينبثق منه البرنامج الإصلاحي الإنقاذي الذي يتباطئ لبنان ويستأخر موضوع تطبيقه وإبرام الإصلاحات وقال تقرير صندوق على مستوى الموظفين أن لبنان تأخر في تطبيق هذه الإصلاحات وهناك خلل بنيوي في النظام على مستوى الحكم والحوكمة وبالفعل أقر الجميع على المستوى الدولي الخارجي والداخلي لأن هناك مشكلة سياسية أنتجت المشكلة الاقتصادية ولابد من حل المشكلتين خصوصا أننا أمام شغور على مستوى سدة الرئاسة حكومة محدودة الصلاحيات تصرف الأعمال في نطاق ديق من أجل تسيير المرفق العام هناك أيضا شغور على مستوى حاكمية مصرف لبنان سيصار إلى أيضا تسيير مرفق البنك المركزي وقريبا سنكون أمام شغور في المؤسسة العسكرية في قيادة جيش دكتور على ماذا ترتكز هذه الموازنات تحديدا نحن نتحدث اليوم أنه في انتشار لما يسمى اقتصاد سري أسود نتحدث أنه في غياب لاستقرار مالي ونقضي موجود في لبنان مع كل هذه الظروف إذن فعلا ترتكز على أن يكون هناك ضرائب لكل شيء وبالتالي تحصيل دفتري وهمي للدولة سيدتي عندما نتحدث عن وضع مشروع قانون الموازنة نتحدث أولا عن تحقيق ركيزتين الأول ركيزة الإنفاق والواردات اليوم واردات الدولة اللبنانية فيما تبقى من دولة ومؤسسات قائمة على موارد السياحية من السياحة بالعمولات الصعبة والموارد من التحويلات الأجنبية التي تصل إلى سقف العشر مليار بين سبعة وعشر مليار دولار كما ذكرنا هذه هي الموارد الدولارية والباقي هناك ما يعادل كتلة نقدية بالليرة اللبنانية مطبوعة تعادل المائة تريليون دولار والبعض يعتبر أنها تجاوزت المائة تريليون دولار إذن نحن نتحدث اليوم عن ميزانية تحدد تسيير القطاع العام مع رواتب القطاع العام الجباية الضرائبية ما زالت ضعيفة برغم أن المؤشرات الرقمية تقول أن هناك تحدث بعض الشيء هناك توحيد سعر الصرف أي سعر صرف دولار سيعتمد في إقرار هذه الموازنة العام الماضي اعتمد قرابة العشرين ألف اليوم نحن على عتبة المائة ألف هذه الموازنة أمام تحديات التضخم أمام تحديات فقدان الليرة 98% من قيمتها نعم هي موازنة إذا أردنا أن نقول انتقالية من أجل الدخول في المرحلة الإصلاحية ينبغي أن تكون موازنة إصلاحية وينبغي أن تدرس بندن بندن لم نقرأها لم نطلع عليها بعد ينبغي أن تدرس بنودها وأن يتم التحقق من البنود الإصلاحية الاشتراطية المفروضة في الصندوق وهناك بند أساسي فارده الصندوق يمنع منعا باتا على البنك المركزي إقراض الحكومة وينبغي باسم المجتمع اللبناني الحفاظ على حقوق الموضعين وورد الفجوة النقدية المقدرة بحوالي 80% أشكرك على كل هذه المعلومات الدكتور زينة منصور الأكاديمية والبحثة في الاقتصاد السياسي كنت معنا مباشرة من بيروت شكرا دكتور ما زلنا في لبنان حيث تفقد فريق من ضباط القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل الخط الأزرق على الحدود مع إسرائيل أوضحت مصادر أن الفريق استقل مروحية تابعة لقوات اليونيفيل والتي تنفذ طلعات استكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط إلى سوريا حيث أكاد الرئيس بشار الأسد ضرورة تعزيز التعاون العربي المشترك لتخفيف تدعيات الوضع الدولي المتفاقم على الدول العربية واستغلال ما تم تحقيقه من إيجابيات في الفترة الأخيرة أشار الأسد إلى أهمية الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إلى سوريا ومضيفا أنها تأتي في إطار القيام بخطوات عملية لتعزيز العلاقات الثنائية في ظل التحديات الكبرى على المستوى العالمي وانعكاساتها على الدول العربية هذا أصدرت محافظة حلب قائمة جديدة بأسماء المتضررين الذين تهدمت مبانيهم وعقارتهم السكنية والتجارية جراء الزلزال وتضمانت القائمة الجديدة أسماء 915 شخصاً في أحياء صلاح الدين والأعظمية والأكرمية ووفق لهذه القائمة يتم منح إعفاءات خاصة وحزمة من التسهيلات للمتضررين جراء الزلزال مع الأزمة التي تعيشها سوريا في توفير إمدادات الكهرباء بدأ السوريون في البحث عن بدائل لتوفير الطاقة محاولات السوريين تأتي للتغلب على الصعوبات التي تواجهها البنية التحتية لهذا القطاع منذ 12 عاماً حرب 12 عاماً شلت معظم القطاعات الخدمية ولعل أهمها قطاع الطاقة وتحديداً الكهرباء فحاجة سوريا اليوم من الكهرباء تصل إلى حوالي 11 ألف ميجاوات في حين يصل الإنتاج في أفضل حالاته إلى 1600 ميجاوات أسباب متعددة فإلى جانب العقوبات الاقتصادية التي بدورها تطال الشركات الرغبة في العمل بسوريا فهناك الاحتلال الأمريكي الذي بدوره يسيطر على معظم أبار النفط والغاز في شرق سوريا حقيقة قطاع الكهرباء هو أول قطاع استهدف في سوريا لما لهذا القطاع من تأثير على الوضع الاقتصادي وعلى انتعاش الحركة الصناعية في سوريا أتت العقوبات الخارجية قانون قيسر استيلاء على مصادر النفط والطاقة في الشمال السوري من قبل الأمريكان والانفصاليين في قساد كل هذه العوامل المجتمعة أدت إلى إصابة قطاع الكهرباء بالعجز في سوريا إضافة لما تم تدميره خلال السنوات الماضية من الحرب أزمة الكهرباء الخانقة التي تعيشها سوريا طرحت بدائل عديد أمام السوريين معتبرين إياها مؤقتة لحين عودة الأمور إلى طبيعتها فانتعشت أسواق الطاقة البديلة والتي تناسب مداخل جميع الطبقات بدءا من أقل من مئة دولار وانتهاء بعشرات آلاف الدولارات ما في شي بغنيك قولا واحدا عن شي اسم كهرباء لا ألواح ولا بطريات ولا أي شي حل مؤقت للناس مشي حالها وكل من حسب استطاعته شي بجيب بطارية صغيرة بطارية أكبر 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 حسب استطاعته واللي مع مصاري عم بركب ألواح ونتيجة لحاجة السوق فقد حلت أيضا بعض المشكلات ولا سيما تلك المتعلقة بالتبريد فتم إضافة وتعديل بعض القطع الكهربائية التي سهلت عمل المبردات على المدخرات أمر لا قرواجا وقبولا كبيرا من قبل المواطنين خصوصا وأنه يلبي متطلباتهم إلى الحد المعقول في عنا ما عم بتركب طاقة شمسية في عنا ما عم بتركب طاقة بالهواء في عنا ما عم بتركب اللي استطاعته اللي عم بركب بلده عم شغل مروحة البطارية يعني بهالأمور هي كان عم بترشي حالا تحتاج سوريا اليوم إلى محطات جديدة وصيانة لتلك القائمة وغاز لتشغيل هذه المحطات وفي هذه الظروف يبدو أنها تبقى مهمة شبه مستحيلة صفا محمد قناة القاهرة الإخبارية ديمشق من سوريا نتحول إلى العراق حيث وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شايع السوداني باتخاذ إجراءات عاقلة وسريعة تمكن الدولة من تحسين البيئات الخاصة بالاستثمار الصناعي كذلك خلال ترأس السودان اجتماعا خصصا لبحث وقع القطاع الصناعي في العراق ومسار إطلاق مبادرة صناعية جديدة للنهوض بهذا القطاع وبحث حزمة من القرارات العاجلة التي تستهدف الدعم السريع للقطاع الصناعي الوطني وفي سياق آخر كذا رئيس الوزراء العراقي محمد شايع السوداني أنه اتخذ قرارا بعدم المشاركة في الانتخابات المحلية قال مصدر عراقي مسؤول أن السودان اتخذ القرار بهدف التركيز فقط على تنفيذ برنامجه الحكومي بعيدا عن أي نشاط سياسي وقد أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن مواجهة أزمة المياه تتطلب تعزيز التعاون الثنائي بين بغداد ودمشق قال العوادي أن سوريا تشارك العراق الضرر في أزمة المياه بسبب تراجع النسب المائية وموضحا أن أكثر من 75% من موارد العراق المائية تأتي من تركيا ونحو 20% من الروافد الإيرانية والسورية شدد العوادي على أهمية تنشيط اللجنة المشتركة العراقية السورية للتباحث حول الأزمة وتنسيق المواقف للمطالبة بحصة العراق الرسمية حسب القوانين والأعراف الدولية إلى الشأن الأردني حيث قال رئيس مجلسي مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الأردني موسى المعايتة أن التحضيرات الفنية واللوجستية بدأت فعلا للوصول إلى أفضل الممارسات والضمانات لتكون الانتخابات المقبلة محطة مفصلية في تاريخ الأردن في المسار الديمقراطي جاء ذلك خلال لقاء المعايتة السفيرة الكندية في عمان حيث استعرض المسؤول الأردني خطط الهيئة والأهداف التي تسعيل تحقيقها كما بحث الطرفان أهمية التعاون في تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالتمكين السياسي للمرأة والشباب وتعزيز وتمكين دور الأحزاب السياسية وأهميتها أعلن البنك المركزي في الأردن استقبال المملكة ثلاثة ملايين سائح في النصف الأول من العام 2023 بزيادة 60.2% عن نفس الفترة من العام الماضي أوضحت بيانات أولوية أصدرها البنك المركزي في الأردن أن الرواجة السياحية نعكس على دخل القطاع ليبلغ ثلاثة مليارات و456 مليون دولار بنمو 59% عن نفس الفترة من العام الماضي ونذهب الآن إلى سحر المشرق نشاهد اهتمام أحدى مصميمات الأزياء الأردنية بإحياء التصميمات التراثية لتحظى باهتمام ملكي المزيد في سياق هذا التقرير شغفها بالتراث الأردني دفعها لتعلمي فن التطريز منافع بيدات اسم أصبح علامة تجارية في عالم المطرزات الأردنية لترسم خط إنتاج تراثي في مجال الأزياء تعلمت من كل حدا الفكر الذي هو عنده أو ما هو يحب ألوان وما هو ثقافتهم فزدناها على ثقافتنا وطورناها مع المحافظة على أن هذه الحرفة التراثية وإلها اهتمام خاص دايما عند الناس أن تلبسها بمناسبات اهتمام ملكي حظيت به منافو والدتها بعد نجاح أعمالها لتبرز مطرزاتها والإشماغ الأردني في زفاف ولي العهد هدى بالتشماغ يعني حاب أني ألبسه إشماغ من شغليدي ومناسبة زفافة والله وقبل يعني دعوتي قلت له بدي ألبسك إشماغ غني وقبل دعوتي ووجه اهتمام جلالة الملكة بالتطريز وأنه دايما لابس التطريز وأنه كيف فاجأتنا بأنها كان في مشروع تطريز على كرت المعايد الملكي أنه يكون تطريز المحافظات على الكرت أنه تصل للعالم كانت هاي بالنسبة إنا يعني أكبر إنجاز للتطريز ومن حلم إبراز أعمالها في كافة المناسبات إلى حلم تعليم الفتيات فن التطريز وبخطة واثقة ترسم عبدات مشروعها على أرض الواقع عملت جمعيتي الخاصة بهذا المجال أنه تكون مركز تدريب حرفي للفتيات أنه يتعلموا هاي الحرفة حتى نظلم محافظين عليها لأنه هي باعتبار هوية لنا فدربت بجمعيتي حوالي 150 فتاة على هاي الحرفة منهم حتى درسين دراسات عليا حبوا كمان يمتحنوا هاي الحرفة أنه يشتغلوا بيها مترزات بأنامل أنثوية ونجاح تسطره عبيدات بتصاميمة تمثل التراث الأردني لتصل بأعمالها إلى أرجاء العالم متحدية صيحات الموضة بثوب يروي قصص الأجداد بصبغة عصرية من مدينة إربت شمال الأردن آية السيد هنا القاهرة عاصمة الخبر ومع التراث والهوية الأردنية نصل إياكم إلى ختام هذه القولة من المشرق العربي نشكر لكم طيبة المتابعة بأمان الله